روح على الجامعة هذه سميرة بدر بعد دقائق على التفجير الذي أودى بحياة الوزير السابق محمد شطح وتبحث عن ابنها بين المستشفيات ولا تجده وقت قليل مرة لتدرك سميرة أنها فقدت ابنها طارق بدر وهو مرافق شطح الذي رافقه حتى رمقه الأخير شارع المنزل في نويري تزين بصور الشهيد حاولنا لقاء العائلة غير أن المنزل الذي ضم الوالد وابنها سنوات طوال سدل سواتر الحزن وهجره أهله إلى مسجد محمد الأمين في بيروت حيث تقبل التعازي الوالدة لا تقوى على الكلام فتحدثنا إلى أخي طارق مصطفى كان قام ما دوامه دوام البديل تاعه تأخر البديل قام نزله هو بكتب له يموت نزل بعد ربع ساعة توفى يعني هو الوحيد اللي معه بالبات يعني الوالد توفى هديك سنوات ما في غير هي وهو أنا عايش بره وخي اتناني عايش بره فكان تراسع رأسه والله الحالة يعني اليوم الصبح قامت بدأ تفيق له يروع الشغل بعد ما مصدق أنه مات إن شاء الله يقوم شو اللي عملوها لأنه بكفى يعني أصغر واحد فينا يتوفى لازم هو اللي يعز فينا لألنا نحن الكبار نحن عم نعز بأصغر واحد 27 سنة فما يصابط معي يعني ما عم تركب فإن شاء الله بهالبلد بقى يقوم شو اللي عم يعمل هيك وصلا بكفى مرارة ودمعة تبقيان لشهداء لا تهرع الأضواء السياسية وراء شهدتهم في وطن أصبح مواطنوه أجمعين أضرارا جانبية جدغسن قناة الجديد